السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم كرشال هزر جعناكم لعبة ديسني وأهم بيركات الروكت لانشار بيركات هتخلي الروكت لانشار من ركت لانشار السيئة إلى خرافي وروكت لانشار من خرافي إلى ركت لانشار سيئة طبعا في أساسيات إن حفظتها وربك بيركات إن حفظتها أمورك في السليم ولازم تعرف أول شي معنا البلس ريديانس يعني انفجار الطلقة يوم تضرب فيها الهدف إذا كان البرس ريديس مرتبع يعني انفجار مرة عالي إذا منخفض انفجار مرة بطيء اللي بعدها الفيلوستي الفيلوستي يعني معناه سرعة الطلقة إذا كان الفيلوستي مرة عالي سرعة الطلقة يكون مرة سريعة إصابة الهدف يكون مرة سريع إذا كان الفيلوستي نازل فإصابة الهدف يكون مرة بطيء مثل موضوع دراغون بريث بالنسبة إلى الريلود طبعا سرعة التعشيق فأهم شي لازم تحط في بالك البلس ريديوس والفيلوستي والريلود يكون أموره مرة في السليم بعدين أهم بيرك من بيركات المجموعة الأولى وعندك هارد لانش يزيد لك الفلسوتي والبلاس راديوس في بيرك ثاني اسمه غريس الفلانش هذاك طبعا أفضل لأنه يزيد لك البلاس راديوس بدون ما يأثر على أي بيرك ثاني من مجموعة البركات الثانية عندك تري بويد من طلقة أو طلقتين يعطيك ثلاث طلقات يعني لو أنت عندك رتلاشر ملكة أو عندك رتلاشر آيروب بنا أنصحك في هذا البرك لأنه يرفعك بدلا ما تحمل طلقة تحط ثلاث طلقات مع العلم أنا في بيرك ثاني في هذا المكان جدا ممتاز هو سبري أنت بلاي سبري أنت بلاي طبعا إذا كان عندك رلود مرة بطيئة حطة انفرغ طلقتين أو ثلاث طلقات على حسب الكمين اللي معك يوم تعشق يخلي تعشيك مرة سريع فإذا كان معك طلقتين أنصحك في سبري أنت بلاي إذا معك طلقة أنصحك في تري بويد بالنسبة لمجموعة البركات الثالث أو الوسطة عندك بيرك جافلين جدا مهم يرفع لك الفلوسيتي يعني يرفع لك سرعة طلقة الروكت لانشر طبعا هنا في بيرك ثاني اسمه كلاستر بام كلاستر بام مثل موضوع مثل موضوع الهنقرف كروتا موضوع مثل موضوع ركت لانشر الريدي القديم يوم يضرف الهدف تنزل منه قنابل ثانية تنفجر على الأرض طبعا هذا أنصحك تستعمل كلاستر بام إذا عندك مرة الفلوسيتي عالي مثل ما هو ظاهر في الصولة إذا ما عندك مثل هذا الشيء أصحك في جافلين بحيث أنك ترفع الفلوسيتي إذا الفلوسيتي مرة عالي أنصحك في كلاستر بام إذا ما مرة عالي أنصحك في الجافلين في المجموعة الأولى طبعا في بيرك ثاني المجموعة الأولى بعض الناس يستعملونه هو الهافي بايلوت طبعا صحيح أنه يزيد لك البلوسيتي يكون مرة خرافي نسبة 100% وانفجار جدا عالي لكن الطلقة تكون مرة ضعيفة إذا كانت لعب في مثل ما أقولك يعني كما تقول في نظام الكروسيبل الواحد يشرد من الطلقة اللي انطلقتها طبعا عندك مجموعة الأخيرة هو طبعا يوم تطلق الطلقة يوم تكون قريبا عن هدف تنفجر مبلازم تلمس الهدف يوم تكون قريبا عن هدف بعض الأحيان إذا كان الطلقة خطفت من العدو تنفجر قبل ما تدق في الجدار أو تروح برا طبعا هذا البرك جدا ممتاز بجانب بيرك التراك طبعا تلاقي غاني عن تعريف يلحق الهدف طبعا مثال نفس الروكت لانشر لكن بيركات فيها غير فخلي الروكت لانشر نوع ما سيئ طبعا هذا البرك يعطيك يوم تسوي ريولود يحتمال أنه يعطيك مساحة أكثر لطلقات الثانية فأنت مو بحاجة لهذا البرك لأن الروكت لانشر اللي معاك عنده طلقة وحدة فبحاجة إلى تريبويد يرفع بدل الطلقة إلى ثلاث طلقات عندك مثال ثاني عن ركت لانشر ثاني الرجال موصلت 365 ما أعرف بالرغم أنه في تريبويد ممتاز ماشي مشكلة لكن لو تشوف أنت هنا الفلوسيتي مره بطي الركت لانشر يمشي بسرعة صفر ما بنقولك والله 5% جدا بطيفة ما أدري ليش يعني أنه خسر إذريك لايت على الركت لانشر هذا والركت لانشر الثاني جدا ممتاز ركت لانشر الآيرون بانر خلاص صراحة من ركت لانشر ممتاز إلى ركت لانشر يعني نعمة سيئ عندك نية أغرسف لانشر ليش ما حطه بالرغم أن أغرسف لانشر يعطيك البلس ريدس مره فل فجدا ممتاز هذا البرك لكن ما أدري ليش يسحب عليه البرك الثاني هنا مفروض يحط تريبويد ليش يحط تريبويد لأنه أساسا ما عندك إلا طلقة وحدة يعني مع قوة تطلق طلقة تعشق تطلق طلقة تعشق فالتبحاجة هنا إلى ثلاث طلقات لأن الراكت لانشر يحمل طلقة وحدة بحاجة طلقات مراحض ما بعض صحيح هنا الجافل أموره في السليم واني تراك أموره في السليم لكن مصيبة في أول بيرك أتمنى المقطع هذا عجبكم اللي كان معي اليوم كان معكم كل الشهر السلام عليكم وطل الله وبركاته